لكن لسال حال هوا بيات الدعاء وأسألكم الدعاء جميعا كأنما تسأل الإمام زين العابدين اللي قام بالدفن بغردان اشتك ماي أريد الجواب من الجميع وأسألكم الدعاء بغردان اشتك ماي شربت يدفا بخيت قلبا لا تراك تحسين عبشايا بالدفن اردان اشتك رد علي عطشان خيلو شرايب قبرة الميايا أقول لما اندفنت اردت رشيتي البنية بل جدي تبخ قلبا يترايا هو ما تلأ فايا بالله يا حفار القبو أروس حرشانا وبهداي عاد رأس القلب وبدأ شلع الزهني وقل لها حي تكشي بحتي بذلي وماني وقل لها ترازي وقل لها حي تكشي بحتي 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 وقل لها حي تكشي بحتي 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 اخواني قبل ما أدعو أولا أسأل الله تعالى لنا ولكم قبول الأعمال وأن الله تعالى يثيب في هذه الأيام ويعظم لنا الأجر ولكن جميعا بوصيبته أبي عبد الله الحسين ثانيا على كل حال أشكركم جميعا وأشكر لإخوة المؤسسين الذين أتاحوا لنا فرصة اللقاء بها الوجوه الكريمة الطيبة طيلت فترة الثلاثة عشر يوما للليل الماضية وهي الحقيقة نعمة غير النسبة لنعمة غير متغرقبة ثانيا أعتذر للإخوة إذا بدأ أمر الحقيقة فهو بغير الحقيقة بغير قصد تماما إذا أي بدأ فالعذر عند كرام الناس بقوله الإخوة لإخوة جميعا وأيضا أسأل الإخوة الدعاء لي كل إخواتنا المؤمنين أخواتنا المؤمنات أسألهم الدعاء أيضا ومن ضغن العمور الحقيقة لا بد من بيانها قضية هالبناء وهالمؤسسة والحسينية وأشكر كل الإخوة اللي اتجاوبوا مع ما طرحنا في هذه الليالي الماضية والله يجزيهم ألف حقا وأسأل الله تعالى أن يعوضهم أضعف مضاعفة عما بدلوا وهذه الحسينية الحقيقة بعهدة الجميع وأجزاكم الله خيرا يعني الحقيقة هذه المواقف الطيبة تشعر أنه نحمد الله ونشكر على قطة الحسين ونسأل الله تعالى أن نكون كذلك يعني لما أخواتنا يتبرع عن الذهب لما نشوف طفل صغير يجيب الحصارة مالت يجيبها ويتبرع بيها هاي كلها الحقيقة وهذه الجماعة موجودين وقال لولي الحهزة للقضية الله يزاكم خير جميعا والله الله في هاله البناء وهالمؤسسة هالي أقيمت لأجل أحياء هذه الشعائر وعثالها والمحافرة على أبنائنا ولعلهم حج يريدي أتكلم كلمة فضل رجل تقبل الله وأعمالنا وأعمالكم جميعا ونسأل الله بحق محمد ندعوك بأحب خلقك إليك محمد وآله الطاهرين ورجعناه علي المهين فرجا عادلا قريبا سيما إخواننا في البحرين اللهم انصر دينك اللهم عز دينك اللهم عد الفرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أصاره وأعوانه واللائنين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه اللهم تقبل أعمالنا بأحسن قبولك لا تخرجنا من الدنيا إلا وانتراض عنه اغفر ذنوبنا واصطر عيوبنا اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين الإخوة والأخوات جميعا سيما أخدمت الإمام الحسين اللهم احفظهم بحفظه اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة المؤسسون تقبل اللهم عملهم وإن بأرواح أمواتنا وأمواتكم ولمن مات على الإيمان ولمن مضام العلماء إذا لعلاه رحم الله من قرأ الفاتح مع الصلوات اقضي حوائجنا وحوائجنا وحوائجنا